في قطاع الطاقة حيث كشف الرئيس والمدير العام لمجمع سنة الغاز بول خراس شاهر كشف أن الديون الخاصة بالمؤسسات والزبائن العاديين تتفاقم إذ بلغت 61 مليار دينار جاء هذا خلال ندوة صحفية احتفالا بالذكرى الخمسين لتواجدها وتقديمها للخدمات التغطية كانت لإيمان عياش تحديد المنزل من خلال ندوة صحفية احتفالا بالمجمع سنة الغاز بلغت تحديد المنزل من خلال ندوة صحفية احتفالا بالمجمع سنة الغاز بلغتران قطع الستغطية احتفالا بالمجمع إننا في نتفاع المآخرين مجبال أن نتفاع الحسامة الآن. فإذاً لنرسل إلى 2025 أو 2026 أو даже 2030، يتعدون ستعبون الآن. لنحن نتفاع الجزء السادسانية، لدينا الكثير من الم Bewegل، لنستطاع التواصل الاجتماد، لنستخدم المتخلص الإنغلاب، لذلك يجب أنزل الضجين الآن لنجان الآن ونحن نكون في هذه الحاسبة. أكد بولخراس أن الوجوء إلى الاستدانة احتمالا واردا مستقبلا ديون منذ 3 أو 4 سنوات الأخيرة ديون في نفس المستوى ضخمة شوية حوالي 2 أو 3 مليار دينار رانا في حوالي 61 مليار دينار نفس المستوى تعلو ديفيسيت هذا هو في حصيل تحصيل ديون راه مخططات نقوم بها من إجل تحصيل هذه الديون يوميا الضروف صعبة شوية الإدارات يخلصوا عندهم كثيرا مشاكل تحمل مالية يخلصوا رانا في حوالي 50 أو 50% بين إدارات والخواص والزبائن العاديين ولكن حتى مع الزبائن العاديين مع هذا الظرف يعني في بعض المناطق يعني العمال تعني تلقى صعوبات كثيرة باش يحصلوا هذا الديون ونقمنا بالتحسيز نقطعوا التيار نحاولوا نحسوا ولكن في كل مرة الديون راهي تتافع قم والخازينة عن المؤسسات ما زالت عاني من هذه المشكلة لأسفة ترجمة نانسي قنقر